لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء بل ينتزع بقبض العلماء واليوم نحن أمام أفول نجم من نجوم الأمة الإسلامية وعالم جليل من علمائها شيخ بلاد الحرامين الفقيه عبد الله بن عبد العزيز الجبرين صاحب شرح عمدة الفقه والقاضي في محاكم الرياض والأستاذ المدرس في جامعة الملك سعود انتقل إلى الرفيق الأعلى أمس بعد صراع طويل مع المرض ولأن العلماء الحقيقيين لا يورثون المال بقدر ما يورثون العلم فقد ترك الشيخ الجبرين من بعده مآثر وسمات كثيرة كان أدناها حسن خلقه الذي شهد به كثيرون من الأقران والتلاميذ وطلبة العلم وأعظمها ما ترك من رسائل وبحوث وكتب أبرزها كتاب شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي الذي يعد من أشهر كتب الشيخ التي عرف بها واشتهر وكتاب تسهيل العقيدة الإسلامية ومختصر تسهيل العقيدة الإسلامية الذي يدرس في كثير من كليات المعلمين بالمملكة وجامعة أم القرى وكتاب الولاء والبراء وأحكام التعامل مع الكفار بالإضافة إلى مجموعة من القصص والأخبار من صحيح السنة والآثار ككتب النية وقصص إسلام الصحابة وكتاب اليهود وغيرها بحوث الشيخ ورسائله ومقالاته لا تقل عددا ولا مضمونا عن كتبه ومؤلفاته منها مقالته لمجلة جامعة أم القرى بعنوان الصلاة داخل الكعبة ورسالته إلى جامعة الإمام محمد بن سعود بعنوان المرور بين يدي المصلي داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى تحقيق بعنوان الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة ورسالة الشهوهات في المسائل الفقهية التي طبعتها مكتبة الرشد بالرياض وغيرها مما يشير إلى حياة حافلة بالعلم والمدارسة والعطاء ترجمة نانسي قنقر